هم هناك الله سبحانه وتعالى هم يعتبر على المزيد في حالة سبحانه وتعالى ومع يعتبر على المزيد يعطي على المزيد التي تطعين سبحانه وتعالى كل ما يعمل في عامه سبحانه وتعالى أيها الإخوة المؤمنون إذا نظرنا إلى الواقع الجغرافي في العالم حاليا نجد أنه يستلزم جديدا من الفتوحات الإسلامية If we look at the geographical status of the world today We immediately see the necessity for Islam to propagate To spread rights, dignity, humanity To spread the civilization of Islam once again كم تحدثنا عن عظمة القرآن في صرد حلولاً مستفيدة من تجارب ومعالجة أنبياء الله تبارك وتعالى للواقع الكوني وكم أشرنا إلى الآصرة القوية بين الإسلام والثورة لأن أنبياء الله تبارك وتعالى كانوا ثوار الله تبارك وتعالى على الأرض علموا الإنسانية كيف يقفوا حماية للحق وكيف يقفوا أمام الباطل يدافعون عن الحق أيها الأخوة المؤمنون كيف يقفوا أمام الباطل وكيف يقفوا أمام الباطل وكيف يقفوا أمام الباطل ينزل بهم من صفحة التاريخ ويحل محلهم قوم يحبهم ويحبون أيها الأخوة المؤمنون كيف يقفوا أمام الباطل وكيف يقفوا أمام الباطل وكيف يقفوا أمام الباطل أو يقفوا أمام الباطل لأنه يكون حقاً من الباطل ولكن الله سبحانه وتعالى عندما يرى أن هذا الرجل لا يستحق المحل من المساعدة فقد يقفوا أمام الباطل ويقفوا أمام الباطل ويقفوا أمام الباطل ويحبونه سبحانه وتعالى أيها الأخوة المؤمنون ثورات الشباب ومن الأخرى ومعنا بكل عشر pie Şعالة ي reflections ة ثلما هذهية تحلق السلام تم تحطي ولحب الأسر ووأمام البطل فضل using هو المنطقة على كل مستوى كل مقرارات من الطريق الله سبحانه وتعالى حقاً هو على كل مستوى الذي تتحرك تتحرك الناس حياة الناس تتحرك الناس تتحرك الناس وتتحرك الناس وتتحرك الناس أيها الأخوة المؤمنون قلت أن العالم العالم لا يوجد شيء لكن شيء يمكن أن تتحرك الناس كما يرغب وقال عندما تتحرك الناس وقال عندما تتحرك الناس ستحرك الناس أيها الأخوة المؤمنون كانت الشعوب وما زالت تنظر إلى حكامها نظرة احتقاء نظرة حزينة تخرج من عمق الألم على ما يرونه من مجازر لإخوانهم من المسلمين والمسلمات وما كيف كيف كان فيها عندما يرى الجهاز يتعرض بشكل مخططة للعجم المساعدة امام في الهاتف الأولى أو من خلالهم من خلالهم أنه يجب الأعمال هناك أن يؤمن خلالهم من خلالهم من خلالهم من خلالهم من خلالهم من خلالهم لا يستطيع أن تتحسسهم أمامهم 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 أيها الأخوة المؤمنون أصدق على الكلام كالفة المسلمة أني تخبرهم هنيئا لك يا خليفة المسلمين فتيانك الصغار الذين أتوا من رحم الزمان بعد طول الانتظار ليعودوا بنا إلى زمن الثورات زمن العظماء الذين غيروا وجه التاريخ إلى الأبد حقا كالفة المسلمة أمامهم 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 المسلمة يا موسيقى والكاليفين كيف كنا نريد أن نرى أن نرى أن نتعلم وأن نتعلم في أسرع وأن نأخذ أمامك على الأمام الأمام وكيف كثير منهم الآن في الأمام في الفاروة لليبيا وكيف كان في الفاروة لإيجابة وكيف كان في الفاروة من تونسيا أيها الإخوة المؤمنون كيف كنا نتعلم لأن نرى كاليف كما نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم دعونا في أسرع كيف كنا نتعلم الله سبحانه وتعالى ونحن نتعلم إن شاء الله بكل هذه المساعدات من العالم الأسفل بأن الله سبحانه وتعالى أغفراً لهم لأساتologie وسألوى للبuhan وسألوى إلى الشخص ملتع وهذنك وسلم عند اللا سبحانه وتعالى بأن اجرا س Georg nh hue مكان محر صلى الله عليه وسلم لآله من الحق لمكان محر يمن اللغة محر لân لغاية لغاية والغاية المكان محر والجه وعق والإراك والجميع المسلمين المسلمين أقرأنا الله سبحانه وتعالى لتحضر كل هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمة أمة لأن الله سبحانه وتعالى تحضر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون هذه أمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنا ربكم فاعبدون لذلك نتأكد الله سبحانه وتعالى لتحضر كل هذه أمتكم أمتكم لتحضرهم جميعاً إلى أمة أمة كما تحضر من الله سبحانه وتعالى أن هذه أمة 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 وتكون إن شاء الله بلا حدود ولا قيود لا يوجد خدمات لا يوجد خطر لكنها أمة موسلم موسيقى موسيقى يستحضر البرد موسيقى 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 والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أستغفر الحمد لله الواحد لأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد الحمد لله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر إخواناً للمجاهدين في الحق في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصرم على أرض ليبيا يا رب العالمين اللهم انصرم على أرض ليبيا يا رب العالمين وطهر هذا البلد الأمين يا رب العالمين من الزنادقة يا رب العالمين ومن أعداء الله يا رب العالمين وأعداء الإنسانية يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في مصر وانصر إخواننا في تونس وانصر إخوان المجاهدين في الحق في اليمن يا رب العالمين وفي العراق والجزائر وسوريا يا رب العالمين اللهم ارزقنا نصراً مبيناً يا رب العالمين اللهم انصر إخوان المجاهدين في الحق في فلسطين يا رب العالمين وطهر مسجدك الأقصى يا رب العالمين من إنجاس اليهود يا رب العالمين اللهم طهرهم يا رب العالمين اللهم اكتب لهم نصراً مبيراً يا رب العالمين اللهم حرِّر مسجدنا الأقصى يا رب العالمين وحرِّر أرض فلسطيني يا رب العالمين اللهم أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وارضعنا يا رب العالمين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم أهلك الخوانة والعلمانيين اللهم أهلك من خانون وباعون وباع الأرض والعرض يا رب العالمين اللهم تقبل منا يا رب العالمين ونصرنا يا رب العالمين النصر المبين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وصحبك أجمعين وأقم الصلاة شكرا